كل جيل بيختلف عن الجيل اللي قبله في طريق التلقي المعلومة والجيل بتاع اليومين دول هو جيل الثورة التكنولوجية هنلاقي أولادنا كتير جدا مرتبطين بكل حاجة تكنولوجية حواليهم مرتبطين بأفلام الكارتون مرتبطين بالجيمز اللي بيلعبوها على الموبايل أو على الكمبيوتر مرتبطين بالأغاني اللي بيسمعوها نحن في نيو فيجين قررنا نقدم لهم المادة العلمية بتاعتهم نفس اسلوب جيلهم علشان كده عملنا لهم المادة العلمية بتاعتهم في شكل أفلام كارتون لما بيتفرج على فيلم الكارتون يقدر يقرروا مرة واثنين وثلاثة وبعدين يقدر يحل مجموعة من التدريبات عليه في الأول بيتعرف على الكلمات الجديدة اللي قابلها وكل كلمة بتكون مرتبطة بالصورة بتاعتها علشان تعمل رابط ذهني عنده ما بين الكلمة وصوتها ونطقها والصورة بتاعتها بعد كده بندخله في جيمة جميلة جدا على مجموعة من المراحل المرحلة الأولى أني بسمعه الكلمة وبيخليه يقراها وهو يختار الصورة المناسبة لها منسيناش إن لما يجاوب صح نقوله صح ولما يجاوب غلط نقوله غلط علشان يتشجع على الصح في المرة اللي بعدها ويركز أكتر نوع زي ده من التدريبات نحن بنمي عند الطالب مهارة إنه يسمع ويقرأ في نفس الوقت علشان نتنقل للمرحلة الثانية بعد ما نعدي على كل الكلمات اللي خدها ودي مرحلة بتعتمد على إنه يسمع بس يسمع الكلمة ويبدأ يختار الصورة المناسبة لها حد ما يخلص ويدخل على المرحلة اللي بعد كده مرحلة القراءة إنه يقرأ ويبدأ يختار الصورة المناسبة للي هو قرأه بعد كده بنبدأ نجيب له صورة وهو مضطر يقرأ أربع كلمات مختلفة علشان يقدر يختار أنهي صورة من دول وهنا كمان شجعناه على القرية وعلى استرجاع الكلمات بتاعته المرحلة الأخيرة في الكلمات في إطار اللعبة بتاعتنا إنه محتاج يسمع ويكتب الكلمة قملة طبعاً لو كتبها مضبوط هيقوله صح ولو كتبها غلط هيسمعها له تاني وبيقوله الكلمة اللي بعدها في حالة إنه جاوب صح بعد كده بيكون عندنا مجموعة مختلفة من التدريبات بالشكل ده إنه يوصل إنه يختار وهكذا طيب دي أفلام الكرتون اللي احنا هنقدمها له بيها نقدر نقدم له إيه تاني؟ نقدر نقدم له مجموعة من الأغاني نقدر نززيز تطرق المترجم الى الألعاب اللي هو بيحبها وعملنا الكلمات في صورة جيمز بالشكل ده يقدر يسمع الكلمة ويشوف صورتها ويشوف ينشن على الكلمة اللي مكتوبة في وقت سريع جدا قبل ما يخسر الجيم بتاعه ده اسلوب وفي جيمز تهين كتير منها حاجة زي كده دامه عشر ثواني يسمع الكلمة دي ويختار الكلمة المكتوبة بتاعتها لو جاوب صح بيقول له صح لو جاوب غلط لحد ما يختار الصح قبل الثواني ما تخلص ويدخل على حاجة جديدة ويقول له انت كده جبت بوينت واحدة من فور بوينت مجوش طبعا البرنامج في مجموعة من التلوين والتدريبات المختلفة اللي يقدر يشتغل عليها الولد ده غير طبعا الشرح للدروس المهمة فيديو مع المدرسة بتاعتنا والتدريبات عليها كمان قطع الكراءة كمان الموجودة في الكتاب بتقرأ عليه مرة واثنين بحيث انه يحسن الاستماع بتاعه وكمان يحسن الكراءة بتاعته وبنساج دايما التدريبات باشكالها المختلفة اشتركوا في القناة